مشاهدين في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الأحد يوم الأحد تتأثر المناطق الغربية من المملكة بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي المناطق الجنوبية الغربية والمناطق الغربية وكذلك الشمالية الغربية وبعض المناطق الوسطى هذه الحالة تؤدي إلى تكاثر الويوم الركامية والركام المزني وسقوط زخات رادية من مطر هذه الأمطار تشمل منطقة مكة المكرمة وجدة والمدينة ومعظم المناطق الواقع على الساحل سواحل البحر الأحمر ومعظم المناطق الغربية هذه الأمطار تكون غزيرة أحيانا مصحوبة بالبرق والبرد والرعد تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول وحدوث بعض الفيضانات نتمنى طبعا للجميع أخذ الاحتياطات اللازمة ونتمنى للجميع السلامة أما المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية تقريبا أجواء ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا نهارا تكون لطيفة إلى معتدلة ليلا مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله